بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحلقة الخامسة من جزء التكاملات والتفاضلات. كورس المستوى الأول. هذه المسألة الخامسة التي نحلها نهاردة بإذن الله. زي ما قلت لك كورس سلسلة التكاملات والتفاضلات في المستوى الأول. مستوها صعبة شوية. فلابد أنك تكون ماخد كورس مثل عدد هندسة. أو تكون ماخد ما يوازي. أي أن يكون هو أي. هتليع القناة عندي. وحطت لك اللينك في تعليقات أو في الوصف. تأكد أنك تسمعه. ولو أنت مش عارف هذه المعلومات. طب سمعته. وانت زال فل كامل معي إن شاء الله تستفاد. فلوليت نفسك عطلاً في أي معلومة كمعارفة. مش مجرد تفكير. لا. يبقى لد ما انترى تسمع الكورسات دي. ما يفعش تكمل معي هنا. طيب. المسألة عدد ناردة أصعب من نرفاته شوية. يعني هبدأ عالي المستوى سيكة كده. المسألة من مسابة إنتجريشن بي 2018. المسابقة يعرف هي صعبة. اتملك صعبة. ولكنها في حقيقة الأمر سهلة جدا. هو عايز يعمل تكامل بس إيه بقى لجزر. اكس مضروبة في جزر بس ت كعيبي. اللي فقط ده كان جزر ايه؟ اللي هو أص نص. هنا أص طول. بعدها جوه الجزر الجديد اكس مضروبة في جزر. الجزر ده أص ربع. بعدين جوه الجزر أص ربع فيه اكس. مضروبة فيه جزر بس أص خمس. جوه الجزر اكس مضروبة في جزر تالي. بس أص ست. وهكذا مكمل الى انفينيتي. مش مش مديك نهاية. طيب نحل مسألة زي كده عشان نجيب التكامل. احتاجين نفكر تفكير بسيط جدا. اول خطوة هي التبسيط. اول خطوة بتعملنا اي مسألة هي كيفية تبسيط المسألة. عارف لو بسطت المسألة. اي مسألة في الدنيا وانت مغمض خد القاعدة مني كده. حاولت تبسطها هتطلع بالنتيجة صح. حاولت تشتغل عليها وهي كوبة كده قدامك مش تعب تشتغل عليها. يعني ده في اغلب المسألة. لازم انت حاول تبسط لها. لكن في واحدة يعمل هيبدأ يشتغل على المسألة. يعطي فكر بقى مثلا ايه. انا بسطها او مش هيفكر بقى انا التكامل هي ايه. مش هيعرف اجب التكامل دي بل حبة مشاكل صغيرة تمسك كل مشكلة تحلها لحد ما توصل بنامط معين انك توصل للناتج النهائي. فهو ده نفوض انت تكون متضرب عليه. طب ايه هنا الشاكوش اللي هنديه. عايزين نفك ده كله لشكل مقبول. اللي انت ملاحظه ان يوجد اي زوائد ولا ناقص. فيش لزائد ولا ناقص. فكده الباورز اقدر للمسألة. ده اول حاجات في دماغي انا وانا بحل المسألة. الباورز كلها تقدر تتلمي. طب المها ازاي. اساسيات باورز بقى. اساسيات التعامل مع الاساس. ده كله ركز في الكلام. ده كله موجود تحت الجزرة بنص صح؟ الجزرة بنص مغطيه كله. يبقى قدر اشير الجزرة بنص ده وحط هنا ايه? اساسي صح؟ والنص ده يقدر يتوزع على الاكس وعلى الباقي كله صح؟ كله هياخد الاساسيات. اديك مثال لو قلت لك ايه بي سي دي. كلهم اساسي. اللي بيحصل اوزع النص دي ازاي؟ هقول هي عبارة عن اي اساسي في بي اساسي في سي اساسي في دي اساسي. الاساسي بتوزع على الحاجات المضروفة في بعض كلها. كلهم بي ياخدوه كله بالتساوب. ياخدوه نفس الباور. طيب نفس الكلام هنا. انا بعتبر ان كل ان النص ده كله تحت اكس مضروفة في حاجة. فالاكس هتاخد الاساسيات والحاجة هتاخد ايه? اساسي ايه كمان. يبقى كده ممكن اشيل اللي بره ده خالص. وحط اكس اساسي. وحط الباقي كله واخد اساسي. طيب ازاي يدي له اساسي. هقول ان هو عبارة عن قص اصغر. وبره اساسي. اساسي هتاخد اساسي. يبقى اساسي. يبقى اساسي. يبقى يتفضل الحاج اللي تحت دي. اللي مش عايزين نعرفها لسه. اساسي مش عارف اربعة ايه. كلام كتير كده. هياخد هيبقى اساسي في النهاية. حلو? هيبقى اساسي كله. طيب ما الاساسي اللي جوه دي اقدر اخرجها يا كمان بالاساسي. يبقى تطلع الاساسي هنا. واخدر اساسي. حلو? طيب اللي جوه ده كله اقدر اقول ان الربع ده هشيله هو كمان. وهيتفضل جوه اكس معها جزر خمسة. اهو. والربع دي تطلع تضرب في الساسي يبقى واحد على الاربعة عشرين. صح بقى واحد على الاربعة وعشرين. ونفس الكلام الاساسي دي اتخذ الاساسي تاخذ القس واحد والوعشرين دي وتطلع برد. وايتفضل القس خمس ده هو اللي اخدتها واحد على الاربعة عشرين. يتشايل اضرب دي في خمس. وايه؟ ويتفضل اللي جوه هل هو اكس في جزر قسة وهي كذا مكمليه. هافضل بقى اخد الاساسي اخرجها بالقس. ويتفضل الجزر او ارفع القس بتاعه اضربه في القسة الاصلي. كبيه. هتلاقي ايه النتج النهائي. ان الموضاع عمالية تراكم الى انفينيتي. هنستنتج النمط بقى. ايه النمط? ان كل لو فضلنا مكملين كده هيفضل كل شوية يخرج لنا اكس. كل شوية يخرج لنا اكس. وكأن ناتج نهائي كله وعبارة عن اكسات كتير او مضروبة فعلا. يعني اكين الجزء دي مالهاش وجود. دي مجرد اصص. وان بتان تجلينا في الاخر اكس اس ونص. مضروبة في اكس اس ونص. مضروبة في اكس واحدة على اربعة عشرين. مضروبة في اكس اس ايه? واحدة على الاخر اكس اس ونص مفهومة. طيب الاخر اكس اس ونص دي عبارة عن ايه? اكتبها اس ونص وخلاص كده. عشان انت قدني واضحة. اكتبها انت عملتوا بالتفصيل. هي عبارة عن طلت. اتضرب في نص. كده انت اتفع. او ممكن اكتبها كده. واحد على. ثلاثة في اثنين. او اثنين في تلاتة. ليه هي عشان شوفها جات منين. هي عبارة عن اس طلت. اللي كان هنا لما ترفع لقص نص. طيب جوه بقى. السطس اللي طلع لما اتضرب. لما اتضرب اص ربع بتاع الجزراب وربع ده. حصل ايه? نتج الاكس التالتة. كانت واحد على اثنين. الاربعة عشرين. دي عبارة عن اثنين. في تلاتة. فاربعة. لان الاسطس عملت ترفع لبعضها. اثنين ترفع لقص نص. بعد كده الاتنين ترفعوا الاس ربع. بعد كده اثنين ترفعوا الاس ايه? خمس. بعد كده. يبقى انا عمين كل مره بنتضرب في ايه? في كسر جديد. وبيماشيين بالترتيب. اثنين تلاتة اربعة في المقام. خمسة ستة. يبقى الاكس اللي وراها تبقى يكمل غير معرفة. اهي. او انا عارف حتى. خمسة في واحدة على الاربعة عشرين. واحدة على اثنين في تلاتة في اربعة. هيتضربه في الخمس. يبقى هيتحط خمسة في المقام. اثنين مضروبه في واحد. هل بيفرق؟ لا. فلو قلت ان هنا في واحد فيه. وهنا في واحد فيه. وهنا واحد مضروب فيه. وهنا واحد مضروب فيه. اللي في المقامات دي كلها هو ايه? الفكتوريال. المضروب. اشترك حلقة دي صعبة شوية. بس هو ده المستوى. مع الوقت انا عايزة اكسر عندك رهبة الخفم المسائل. ما تخلاش موجودة. ما تخافش المسائل. هتخش وتعمل الشغل التقيل بتشوفه على النت ده ببساطة جده. حلو. الشكل ده في المقام اوه ما شفته. ولقيته عمال يزيد من منظر ده. عمال يضرب في رقم زايد. يضرب في رقم خامس سادس سابع. قلت ده شكل فكتوريال. شكل المضروب. المضروب اللي هو كنت تكتبه بالعربي كده. مضروب نون مثلا. حلو. هو ده. المضروب ده عبارة عن ايه? مضروب نون عبارة عنه. بنمسك النون دي. نضربه في اللي قبلها. نضربه في اللي قبلها. بكتب عربة الانجليزية. مهم. مهم. نضربها في اللي قبلها. يا رب افتكر العرب اشان بكتير وكتير شان. نضربها في اللي قبلها. لحد ما نوصل بنفضل مكملين كده لحد تلاتة في اتنين في واحد. شفت اللي هو ده معنى كلمة مضروب. هل قلت لك مضروب خمسة عبارة عن خمسة. فاربعة في تلاتة في اتنين في واحد. هو ده معنى كلمة مضروب. طيب. بالانجليز كلنا بنكتبه ازاي? علامة اللي هي التعجب دي. على قولها لي? علامة الفكتوريا. لما نحب نقول مضروب خمسة بنقول كده هو. خمسة فكتوريا. سبعة فكتوريا. سبعة كده. ايه كذا. فانت انتم ما م 했어؟ ان الشكل في المقام ده هو مضروب اتنين. ايه. من اتنين لحد الواحد. يبقى مضروب اتنين. وده مضروب من اربع الحد الواحد. مضروبن في سبيل. يبقى طيب اه؟ مضروب اربعة. هنا من واحد من خمسة لحد الواحد. يبقى مضروب خمسة. وهكذا مضروب ستة. يبقى فيه نمط. وضح لللعمة ووضح للدنيا كلها. حلو? طيب. مش هنحن في الضرب نجمع الاصص? اه. يبقى نجمع الاصص دي كلها. ده كله قدام التكامل. قعد انسان فيه تكامل هنا. هدفنا نبسط الشكل قدامه. هيتبسط وما تلقش. يبقى كده هنا واحد على مضروب اثنين. هنجمع الاصص بقى كلها. ونلمون كلهم في اكس واحدة. واحد على مضروب ثلاثة. زائد واحد على مضروب اربعة. زائد واحد لحد. وانت مكمل لحد انفينيتي. طيب السؤال بقى. كده ابسط شكل تقدر توصله بالمعلومات اللي عندك. اكيد لن محتاج حالة. يعني اكيد محتاج حاجة تلميلي الهيصة دي كلها. في شكل يمكن قراءته. يمكن تكامله ببساطة. فنعمل هذا ازاي? انت لاحظ ان في ايه? فيه نمط ماشين بي. اثنين. تلاتة. اربعة. صح? يبقى ترمح كتب عن انت ايه? مثلا يعني. انت عشان عارفك ان مش محتاج تحفظ حتى المعلومة. انت مفود مخدتهاش. لو انت يعني لسه معتمد بس على كورس ماس وان. بس هي معلومة بسيطة. مرت عليك في سنوية عام. فاك المتسلسلات مكلورين. جاب لك الاسم ده بكده. مكلورين. كان فيه متسلسلة كده. مش عليك اثبتها. اثبتها عفاكة مش صعبة برضو. جبنا من الدول المسادسية جده وحاجة رطيفة. وكنت اثبته ساعية حتى انا بشرح كورس ماس وان على القناة. اثبتنا منه قانون يقدر يجبنين حاجة شبه ده. حاجة فيها مضريب. حاجة فيها المضروب. الفكتوريالز دي. طيب هتمر ريح كتب عن نت. انت معلوماتك السابقة. فتنضح عليك بلاتي بتقولك. انا انا الشكل ده مقلوف. فتمر ريح كتب عن نت ايه? مكلورين سيريز. او تكتب سم. او مقلوبات الفكتوريالز. او فكتوريالز. هيتطلع لك حاجات هتلمس معكم في المعرفة. تعال اواريك كده مثال. عشان ما بقاش بسماع لك المعلومة يعني. بفطر انت مش عارف المعلومة جاهزا. فانا عايز اواريك تبسط ازاي الايه متسلسلة دي. اقول له سم او. ساني بس كده. نقول له سم او. او. جمع مقلوبات الفكتوريالز. نفتح الصور. لقيت حاجة. لا مش هتلاق. مش هي اللي هتجيب لي الناتج. لا برضا. ده بيشرح يعني مضروب. ده بيشرح لي مضروب. هوب هوب قعد انزل. فكر انت قدامك. هل ده اللي انت عايزه? لا مش ده اللي انا عايزه. فانا بفطر ان انا مش عارف معلومة او ادور عليه. هو ده الليرن اون دماند او التعلم عند الطلاق. لقيت اني اوبا دي شبه شبه لسه مجاتش. لان اعداد فردية بس. ممكن اجد لك مسألة على الفاكرة معتمدة على اعداد الفردية بس. ده كان شكل الصين والكوزين اللي قد ناخدهم. خلي بقى. طيب اه دور. دور معي. ممكن نضيف حاجة تاني. هقول لك انا في البحث بس تاني. نقلب شوية. نقلب. يا مساهل الحال. بص بص بص. اه. حلوة دي. واحد على انسكوير بس مش موضح. بص بعمل ايه? دي حلوة دي. خدي كده او كوبي. لان انا في حاجة بتماتش مع اللي احنا عايزين او بترتبط باللي احنا عايزين. صباح العسل. افتحها على موقع بتاعهم. نعمل زوم. انزل 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 انزل. ماشي. موجودة فين موجودة فين. اطلع 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 اطلع. اطلع ثاني. اما حطنا في الصورة بس. يهزر وقال لي. طيب بص انا اخدها كده. لا. لماذا يعني الاخوة اللي عادين. مش مشكلة اهم حاجة للمعلومة توصل لها. اه بص بقى. اه. المعلومة انا عايزها بالملي اجلطتها موجودة عنك. كما انت بفترض لات انك. عشان ما بتقولين انت جيتها من انت بتسمع لي المعلومة. لا. انا باعلمك زاد تحل مسألة فعلا وقفة قدامك. انت ما تروح للشغل. بش يقول لك حل وسمع لي القانون. انت ببقى معك دفتر لو اي حد حتى في قسم ميكانيكا بالذات او في قسم اعمارة اي حد عنده كود وفي المهنة عنده اسمها ايه كود ستاندرد بيمشي عليه بيديروا كتاب كده مثل كتاب اللي كان فيه جدول تحت الديناميكا الحرارية بيقى فيه كل حاجة انت محتاجة تشتغل به بتحفظ القوانين بان نفس الكلام انا افتح بدل ما هنا هتطور عن النت هناك ممكن افتح الكتاب لحد ما ارى متسلسلة ماتش اللي انا عايزه فيه اماكن كده يبرصن لك كل المتسلسلات انت ممكن تحتاجها فهنا لقيت ان المتسلسلات تديني فعلا ايه واحد على مضاريب ومشي بالترتيب واحد اثنين ثلاثة اربعة لقيت ان اللي معاني هنا ده ايه ده كله عبارة عن ايه قال لك النتج النائب تعم مجموع مقلوبات المضاريب دي بيدينا حرف ايه اللي هو فاكره اللي هو العدد النيبيري اللي هو اويلر نمبر اللي هو عبارة عن اثنين بوينت سبعة واحد ده كله اللي هو اوOUGH صح? اللي هو عبارة عن ايه ايه لما نودلها الانكسرين دول لان دول مش معانا مش موجودهن هنا فنودله مناحية طانية يبقى اي نقص 2 هي اللي بتساوي اللي أنا عايزه يبقى اللي أنا عايزه ده كله اي نقص 2 شوفت لعبط والله العظيم خلاص قال ل Rendez يبقى التكامل ده كله عبارة عن اكس قص اي نقص 2 دي اكس الطعب تكمله وبقى هذا ثابت الذي في البر هذا ثابت سيبقى X بار ثابت X تربيع تكملها ستزود على البر واحد ونصف على البر الجديد ستزود على البر واحد سيبقى 1 نقص واحد عندما تزود واحد سيأكل من السلف هذا واحد ونصف على البر الجديد يبقى على 1 نقص واحد زائد ثابت مبروك عليك تحياتي للأخوة اللي عادين بها عياته فقط مسألة مش صعبة على الفكرة اللي جاي هيبقى أصعب فانتظر فلا تخف من مسائل صعبة زالتي كده اني موضوع مش صعب قوي انت زي ما شفت اوه كل خطوات ماشرين خطوات منطقية وهتليني انا يعني شفت انا ما بحثت عنها فاني بحضر حلقة جبت بحث مختلف جبت لك شكل القانون نفسه اللي بدينا اي اي بور حاجة ممكن تبقى اي بور تربيع اي اي تربيع يعني او اي بور ثلاثة اي بور اربعة يبقى المسألة شكلها مختلف يعني السؤال كنت ممكن تلاقي المسائل دي المسألة دي في التكامل في الناتج النهاي يطلع معك فيها اكسات فكنت هتحتاج المعادلة دي تفهم الفكرة فمعادلة تعيتنا بسيطة احنا بس يا دوب جيدنا القانون العام وحطنا مكان الاكس حطنا مكان هاي واحد صح؟ عشان الناتج النهاي بكله وحيد على مقلوب المضريب او مقلوب المضريب يعني هتلاقي الحل كله مكتوب او اقرأ الخاتمة وعشان ما تقولش عليك كده خلصنا واتقابل الحلقة جهي بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته